سلسلة جالكسي اي من سامسونج بدأت تكتسح الأسواق وتكتسب اهتماما واسعا آخر السنوات متسلحة بميزة أساسية الجودة مقابل السعر آخر إصدارات الشركة ضمت هاتفين مميزين هما جالكسي اي 52 و جالكسي اي 72 ربما سمعت عن الهاتفين وترغب بشراء أحدهما لكنك متردد بالاختيار حسنا اليوم قدم لكم مقارنة بينهما المزايا المتشابهة والفروقات لعلنا نساعدك في اتخاذ قرارك هيا بنا نبدأ المقارنة بالتصميم والمصنعية حيث يتطابق الجهازان الهيكل بلاستيكي مع واجهة محمية بطبقة جوريلا جلاس 5 اي ان الهاتفين يتمتعان بنفس المتانة دون افضلية جهاز على اخر وهي تعد مقبولة نوعا ما بالنسبة للفئة المتوسطة ولو اننا كنا نفضل ان تحسن سامسونج جودة مواد هيكل الجهاز من حيث التصميم يبدو الهاتفان بمظهر مستوحا من هواتف الشركة الرائدة والحديث هنا عن عائلة نوت 20 او S21 حيث اصبحت الاجهزة اكثر اناقة وجاذبية مقارنة بنسخ العام الماضي اذا نظرنا الى الهاتفين من الامام والخلف لن نلاحظ اي اختلاف بينهما الواجهة تضم الشاشة مع حواف شبه معدومة وثقب صغير للكاميرا الامامية اعلى المنتصف ومن الخلف تظهر الكاميرات مجمعة داخل اطار اعلى اليسار يشبه ذلك الذي في هواتف S21 حيث يسهل عليك ان تعرف انه هاتف من سامسونج لكن يصب عليك تحديد اذا كان هاتفا رائدا او من الهواتف المتوسطة خاصة ان المظهر يبدو اكثر فخامة الجميل ان الشركة اخيرا اعتمدت معيارا رسميا لمقاومة الماء والغبار في السلسلة وهو معيار IP67 في الهاتفين وهذا امر جيد جدا ومن هنا نأتي للاختلاف الاول بين الهاتفين وهو الحجم هاتف A52 هو الاصغر من حيث الطول والعرض كما تشاهدون الابعاد امامكم لكن يأتي الهاتفان بنفس السماكة اما ان هاتف A72 اكبر حجما فهو اثقل وزنا ايضا فارق الحجم هو الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين وسببه تفاوت حجم الشاشة A52 يأتي بالشاشة ذات الحجم الاصغر 6.5 انش بينما شاشة A72 تأتي بحجم 6.7 انش وبعيدا عن الحجم الشاشة هي نفسها في الشقيقين اللوحة من نوع سوبر اوليد مشبعة الالوان دقتها فول اتش دي بلس واصبحت تدعم سرعة تحديث 90 هرتز مما يمنح الهاتفين تجربة اكثر سلاسة اثناء الاستخدام من حيث العتاد الداخلية تشارك الهاتفان بنفس المعالج وهو سناب دراجون 720 جيل فئة المتوسطة من كوالكوم معالج ثبان نوا مصنع بدقة 8 نانومتر يعد جيدا للمهام الاساسية والالعاب على اعدادات متوسطة لذلك لا تتوقع فرقا بالاداء بين الهاتفين ساعة التخزين 128 او 256 جيجا بايت وخيارات الرام 6 او 8 جيجا بايت مع خيار اضافي 4 جيجا بايت للـ A52 كما ان الهاتفين يدعمان تركيب شريحة تخزين خارجية يعمل الهاتفين بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة سامسونج 1UI 3.1 وكما نشاهد لن تشعر بأي اختلاف بالاداء بين النسختين من كافة الجوارب الفريق الثاني الابرز بين الهاتفين هو الكاميرات حيث تختلف تشكيلة العدسات الخلفية بين الجهازين هاتف A52 يحمل عدستين اساسيتين عدسة عريضة وعدسة ألتروايد بالاضافة الى عدستين ثانويتين واحدة للعزل واحدة ماكرو للتصوير القريب جدا بينما يحتوي شقيقه الاكبر A72 على عدسة اساسية ثالثة من نوع تلفوتو للزوم وتمنح تقريبا بصريا حتى ثلاث مرات بالمقابل لا يحتوي عدسة مخصصة للعزل ويكتفي بعدسة ماكرو العدسات المشتركة متطابقة من حيث المواصفات حيث جاءت الاساسية بدقة 64 ميجابيكسل واصبحت تحتوي مثبتا بصريا والعدسة ذات الرؤية الواسعة جاءت بدقة 12 ميجابيكسل أما العدسة الأمامية فتات بدقة 32 ميجابيكسل في الهاتفين بالنسبة للتسجيل الفيديو يمكن تسجيل مقاطع بدقة أقصى 4K بتردد 30 إطالة في الثانية هنا نجد أن هاتف A72 يتفوق في قدرات تصوير بحكم امتلاكه عدسة إضافية لكن نتائج الصور متقاربة جدا نظرا لتطابق مواصفات العدسات وقدرات المعالج باقي المواصفات الفرعية لا تختلف بين الهاتفين لحسن الحظ أضافت سامسونج سماعات ستيريو لهذه السلسلة وهناك مدخل 3.5 مم لتوصيل السماعات السلكية كما يدعم الهاتفان تركيب شريحة اتصال بالنسبة لشبكات الجير الخامس فهذه النسخ لا تدعم الـ 5G لكن هناك نسخة مختلفة من جهاز A52 تحمل اسم A52 5G وتأتي بمواصفات مختلفة مثل المعالج وسرعة تحديث الشاشة بينما لم يتم الإعلان عن نسخة A72 5G حتى الآن ونأتي للبطارية حيث يتفوق A72 بسعة بطاريته الأكبر 5000 ميلي أمبير مقابل 4500 ميلي أمبير لشقيقه الأصغر A52 كنا الهاتفان يأتيان مع شاحن سريع بقدرة 25 وط ولا يدعمان الشحن اللاسلكي وكنا نتمنى أن تضع سامسونج شواحن بقدرة شحن أسرع على غيرار الشركات الصينية يتوافر الهاتفان بنفس الألوان الأبيض والأسود والبنفسجي والأزرق يبدأ سعر A52 من حوالي 350 دولارا بينما يبدأ سعر A72 من 450 دولارا علما أن هذه الأسعار تختلف قليلا بين دولة واخرى بشكل عام إذا كنت تفضل هاتفا يمنحك أريحية أكثر بالمسك والحمل والاستخدام فالA52 هو الخيار الأمثر لك لكن إذا لم تكن تهمك هذه الأمور وتبحث عن شاشة أكبر وتجربة أفضل لعرض محتوى فاذهب مع خيار A72 وفيه ستكسب خيارات إضافية في التصوير لكن عليك أن تسأل نفسك إذا كان فرق السعر بالنسبة لك يستحق هذه الترقية كانت هذه مقارنة سريعة بين اثنين من أفضل هواتف سامسونج هذه السنة الآن اكتب لنا في التعليقات أي هاتف تفضل ترجمة نانسي قنقر